وعالي جدا جدا قالت الدائرة الخامسة كلمتها وأرسلت رسالتها رسالة مباشرة وبسيطة وهي في الحقيقة ليست رسالة ناخبي الخامسة فقط بل رسالة عموم الشعب الكويتي ومضمونها باختصار أن الشعب لن يقبل الفساد أو يتقبل الظلم وهو سند للإصلاح ولكل مصلح وأنه يريد استرجاع دستورة ومؤسساتها المخطوفة ومحاسبة كل من اختطف آماله وتطلعاته وأن تواق لإعادة أعمار بلده بعد الخراب والدمار اللي تسبب فيه المفسدين وأن الرئيسين عائق أمام تطلعاته ورحيلهم مطلب شعبي لا يقبل التأخير وأن قانون العفو الشامل استحقاق وطني وواجب أخلاقي كان وسيظل دائما أولوية وفاء لأبطال الأمة وتقدير لتضحياتهم ودفع الظلم عنهم كان هذا جزء من فحو الرسالة والأمة تترقب استجابة السلطة لها فهل تلتفت السلطة لهذه الرسالة؟ وهل تنبذ عنها كل الأطراف المرفوضة شعبية؟ وهل تستجيب لإرادة الأمة ونبض الشارع؟ وهل تلتقط هذه الفرصة للتصالح مع الشعب؟ فالشعوب يقرح تضيع الفرص والأوطان يدمرها الاحتجاب عن نبض الأمة والدول يضيئها عدم الاستماع لأصوات المخلصين والشعب الكويتي يستحق كل الاحترام والتقدير والتقدير يستلزم الاستجابة لمطالبة التي أثبتت كل الأحداث أنها مطالبة واستحقة وهي اليوم أكثر استحقاقاً والحاحاً من أي وقت في الكويت وأهلها